بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الأعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تصح إلا مع الإيمان بالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الشرح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى إجا شخص من الصحابة وسأل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال يعني سأل شو هو أفضل عمل بيعمل الإنسان فأجابه النبي الإيمان بالله ورسوله ما قال الرسول أفضل الأعمال الصلاة مع أن الصلاة أمرها عظيم بالإسلام ولا قال الصيام مع أن الصيام عمل عظيم بل قال النبي أفضل الأعمال إيمان بالله وبرسوله لأنه يا حلوين من دون الإيمان ما بتصح الصلاة يعني شخص مش مسلم لو عمل صورة الصلاة ما بتصح منه وهيك كل الأعمال الصالحة مثل الصيام والحج والزكاة ما بتصح من دون الإيمان بالله ورسوله شو يعني إيمان بالله؟ يعني نعرف ونصدق بقلبنا أنه الله خالق كل شيء خلقنا يعني نحن ما كنا موجودين الله خلقنا فصرنا موجودين وهيك كل الموجودات السماء ما كانت موجودة الله خلقها فصار في سماء والأرض كمان ما كانت موجودة الله خلقها فصار في أرض خلق البشر يعني نحن بشر والله ما بيشبهنا والله ما بيشبه شيء من المخلوقات والله ما بيحتاج للمخلوقات الله خلق البشر ما بيحتاج للبشر خلق السماء وما بيحتاج للسماء خلق الأرض وما بيحتاج للأرض كيف يكون الإيمان بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني نعلم ونصدق بأن الله أرسل سيدنا محمد يلي هو آخر الأنبياء أول الأنبياء كان اسمه آدم عليه السلام وهو أول البشر وآخر الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام الله أرسله إلى كافة العالمين يعني إلى الإنس يعني البشر مثلنا وإلى الجن ليعلمهم دين الإسلام لأنه هو الدين الصحيح الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تصح إلا مع الإيمان بالله ورسوله كل الأعمال الصالحة أعمال الخير ما بتصح من دون الإيمان لأن الإيمان شرط لتكون الأعمال الصالحة مقبولة هذا قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما سئل ما هو أفضل الأعمال قال العلم بالله فالعمل القليل مع العلم بالله يعني الإيمان به ينفع يعني ثوابه كبير والعمل الكثير مع الجهل بالله ما بينفع ولا يقبل عند الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سنقف إلى هنا والتقان بدرس جديد إن شاء الله فابقوا معنا ونختم بلا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات